صباح الرياضة، صباح النشاط، صباح الحيوية صحتك النفسية بتبدأ من خلال ممارستك للأنشطة الرياضية عشان تكون بصحة نفسية وجسم رياضي محتاج اللي انت تتمارس التمارين الرياضية بشكل منتظم وشكل مستمر النهاردة في حلقتنا مع بعض هيكون التمارين الرجلين عندنا لناس كتير والأخاص السيدات والبنات بيشتكون من ترهولات الرجلين فالنهاردة هنعمل تمارينات الهدف منها هنقوي ونشد بها عضلات الرجلين بس قبل ما نبدأ التمارين بتاعنا محتاج اللي احنا نعمل الورم اوب بتاعنا هنبدأ بأول حاجة مارش في المكان هبدأ أطلع بالخطوة الفوق هعمل عشرين ثانية بعد كي نبدأ نزود هعمل جامب هايني برضو لمدة عشرين ثانية كل ده بس عشان أشغل الجسم بتاعي واشغل عضلاتي والمتاصل بتاعتي قبل ما أبدأ أي تمرين وبعد ما سخلنا الجسم بتاعنا هنبدأ بقى على أول تمرين معنا الناس اللي هي جاهزة دلوقتي تتمرن معنا في البيت هيعمل نفس التمرين اللي احنا هنبدأ به هبدأ بس هاخد معا قلب ريز لعضلات السمانة الرجلية بتكون أوسع من كتفة سنة بسيطة وأنا بنزل ببدأ أزق وسط الورا واطلع على مشت رجلي تاني مع بعض هنعمل عشر عدات يالا ستارت أحسن النفس بتاعك شغال بعد كده هناخد ريز عشان ندخل على التمرين اللي بعدها هندخل التمرين بعد كده اللي هو ده عشان نشغل بي عضلات الهامسترنج نفس البوزدشن اللي احنا كنا واقفين فيه هبدأ حط إيدي على سدري وأنا بنزل بتني رجبتي سنة بسيطة وبزق وسط الورا أتأكد اللي ضهري بيكون مفروض يلا ستارت معايا هتأكد بس اللي يكون الضهري بتاعي مفروض هحس بعضلات الخلفية بتاعتي الرجلين شغالة معايا وناخد ريز هنشرف فيه مية وناخد النفس بتاعنا عشان ندخل على التمرين اللي بعد كده هبقى واقف هنا هعمل هبدأ أنزل برجلية هتأكد هنا أنا بنزل ضهري يكون مفروض ما بخليش رجبتي اللي ورا بتلمس الأرض وابدأ أطلع تاني هشتغل عشر عدات على يمين وبعد كده سويتش عن ناحية تاني خلي دايما الأداء بتاعك يكون بطيئ عشان تستفد أكتر حاجة من التمرين وهاخد ريزتي برضو أشرب مية ورايح جسمي وأبدأ على تمرين كمان هشغل بي العضلات الخرجية للرجلين وأنا واقف كده ممكن لو مش هقدر أعمل نفس التمرين اللي أنا هعمله ممكن نسند على أي حاجة موجودة عندي في البيت هبدأ أزوء الرجل للجنب هعمل عشر عدات على الرجل اليمين وبعد كده أسويتش الناحية التانية هدخل كمان تمرين أخير معايا تمرين البرج بنزل على ظهري هبدأ أطلع بوسطي الفوق وحاول أعمل hold for one second وانزل تاني يلا ستارت معايا التمرين اللي احنا اشتغلناها دي الهدف منها هنقوى بيها ونشد بقى عضلات الرجلين بتاعتنا هنعمل من مجموعتين لتلات مجموعات من عشر عدات لتناشر عدة كبداية ممكن كل أسبوع نزود الليفل بتاعنا النصحة اللي احنا حابين لقدمها لكم في نهاية الحلقة بتاعتنا ازاي تتحكم في الجوة بتاعك نهتم بشرب المياه على مدار اليوم بتاعنا ممكن تدخل من كوباية لكوبايتين قبل كل وجبة ده هيحسزك بالشبع لفترة طويلة او اللي انت تقلل من مستوى الجوة بتاعك كمان تحاول تدخل الالياف في نظامك الغذائي وفي اكلك على مدار اليوم وده بتتديك احسز بالشبع برضو في فترة طويلة اهم حاجة ما تدخلش في الانزمة اللي بيكون فيها حرمان من وجبات كثيرة يعني انت مثلا فيه ناس بتعمل انزمة بيكون فيها حرمان من الكاربوهيدريتس او الدهون او البروتين فدايما نخد نظام صحي مناسب ليك عشان تقدر تنزل بشكل كويس ويكون جسمك متأثرش على الهرمونات بتاعتك ومأثرش على جسمك نتمنى التمرينات اللي احنا عملناها لكم النهاردة والنصاح اللي احنا بنقدمها لكم كل حلقة تكونوا استفدتوا منها ونشوفكم في حلقة تانية جديدة